حررتك كمان شاعر أحيي و يعني أكتر أنواع الشاعر أو أكتر بيوت الشاعر اللي حررتك كتبتها الأقرب لقلبك كانت إيه؟ والله أنا عملت ديوانين شاعريين إلى الآن واحد منهم اسمه الجميلة سوف تأتي ده كان أول ديوان اللي هي و ديوان حديث اسمه راكب في المقعد المكسور يعني مش عايزة أقول إيه جابة تقليدية تعتقد كلهم أبناء إيه بس هو كل نص بيطلعوا الإنسان بيبقى بيعبر عنه في اللحظة الزمانية اللي هو بيكتب فيها النص بتاعه خلينا نتكلم كمان عن فوز أحلام بيضاء رطبة بجائزة كتاب الجمهورية و ده كان العام 2011 ويمكن دي مش أول جائزة حضرتك تحصدها يعني عن الترجمة بشكل عام كلمني شوية عن الجوائز من وجهة نظر حضرتك وهل الأعمال اللي حررتك حصلت علىها جوائز هل كنت تتوقع لها جوائز ولا حلتك يعني مش بكون في بالك أوي قصة الجوائز دي يعني أحلام بيضاء رطبة كانت أول جائزة على مستوى الكتاب على مستوى الجمهورية كلها سبق في جامعة يعني أنا كنت خريج جامعة حلوان كان عندنا لقاء شباب جامعات مصر وفوست بجائزة على مستوى جامعات مصر كلها بس أحلام بيضاء رطبة كانت الجائزة يعني خارج التصنيف الجامعي إنه عموما توقعت أو ما توقعتش لا الحقيقة ما فيش حد بيقدم لجائزة وبيتوقع إنه ويفوز أو مايفوزش في عوامل كتير بتتحكم في مسألة الفوز الفوز نفسه مش معيار لأنه يعني قد تكون لجنة تحكيم تديني الجائزة ولجنة تحكيم أخرى تختلف مع وجهة نظرها ما تدينيش الجائزة المسألة بتبقى نسبية المجموعة كانت مجموعة قصصية الحقيقة وكان مطلوب نحن نقدم كتاب عبارة عن مجموعة من القصص ويومها قدمت وكنت مستبشر خير لأنه كان المشرف على المسابقة أستاذ الكاتب الكبير أستاذ محمد جبريل وهو كان محتفي جدا بعدد من النصوص ولكن الفوز برضو كان فوز يعني بطعم شوية مؤلم لأنه كانوا هم وعدين أنهم يطبعوا الكتاب لكن أحداث يناير 2011 خلت المسألة تتوقف ويمتنعوا عن إصدار الكتاب حدثت كمان كتبت سيناريو وحوار لمسلسل المندوس رحلة المندوس رحلة المندوس ده مسلسل كان في سلطنة عمان كان مع المخرج المصري الكبير سامي محمد علي وهو كان فوزير لرمضان وكان المندوس ده هو السندوق اللي بيبقى فيه الجهاز بتاع العروسة في عمان وفي رمضان عندهم أغنية شعبية بتتعمل في يوم 15 رمضان اسمها دوس في المندوس دوس في المندوس دي بيروحوا إلى أماكن كتيرة يعني مثلة النهضة العمانية الحديثة